مرحبا وكيف الحال ارتفاع مفاجئ في قراءات السكر صباحا فاجأك وفاجأ طبيبك لانك مش مصاب بالسكري مش ماكل اشي من الصبح ونايمة كويس ومع هي قراءات السكر عندك مرتفعة 64 في المية من اللي عبوا الاستبيان لهم مرضى سكري ولا بقيسوا سكري لذلك ما منقدر نحكي عنهم في علقتنا لليوم لكن اذا بدأت القراء وتقيس القراءات قد تجد عندك ظاهرة الصباح 35 في المية من الناس بقيسوا سكري باستمرار صباحا وكانت النتيجة انه نصها دول الاشخاص غير مصابين بالسكري لكن قراءات السكر عندهم مرتفعة نصها دول العينة عندهم اصابة بالسكري اكتر من 60 في المية منهم عندهم ظاهرة الصباح او ظاهرة الفجر في علقتنا لليوم رح نحكي عن كل ما يتعلق بظاهرة الفجر او ظاهرة ارتفاع السكر صباحا هنحكي عن تعريفها وايش بالضبط هنحكي عن ليش عم برتفع السكر عندك بالصباح وايش تسوي هنحكي عن ايش الاسباب لارتفاع ظاهرة الصباح بالاضافة انه هنجاوب على الاسئلة اللي عمالوا بيسألوني اياها الناس ليش بارتفع قراءات السكر صباحا عنده سيد الحامل هنحكي عن ايش هي ظاهرة سيموجي اللي برضو بترفع السكر صباحا واللي بخلطوا كتير من الناس والاخصائيين بالفرق بين ظاهرة السيموجي وظاهرة الصباح هنحكي اكيد في علقتنا اليوم كيف نخفض السكر صباحا من خلال 8 طرق اساسية لازم تمشي فيها حتى تخفض ظاهرة الصباح واللي من خلالها ممكن تخفض قراءات السكر في الدم وممكن تحمي حالك من الاصاب بمرض السكري اللي ظاهرة الصباح تعتبر احد المؤشرات الباكرة جدا على بداية مقامة الانسولين وارتفاع فرصة الاصابة بالسكري لا سمح الله اكيد في بداية حلقتنا اليوم اكتب لي بالتعليقات هل انت من الناس اللي وصلت الثلاثين وما بتقيس السكر عندك حتى تطمن على الاقل وهل انت اذا بتقيس بتلاقي في ارتفاع ملحوظ على قراءات السكر صباحا خلينا اجاوبكم خلال الحلقة على اسئلتكم خلينا احكي لكم انه هل انا بصير عند ظاهرة الصباح او لا كله رح نحكيه في الحلقة اكيد في بداية الحلقة يجيبه انجان قهوة وورقة وقلم خلينا نسجل كل التفاصل ظاهرة الفجر هي من الظواهر الطبيعية اللي بتصير في الجميع الاصحاء منهم والمرضى بالسكري هذه الظاهرة بتمن خلالها ارتفاع ملحوظ في قراءات السكر فجرا وصباحا تحديدا من الساعة الثالثة فجرا وبنتهي لعند الساعة الثامنة صباحا الاشخاص اللي بيمروا بهذه التجربة بهالحال لاحظوا انتفاع قراءات السكر عندهم خلال فترات الصباح اكثر من كل قراءات اليوم اثناء الصيام نعم هذه الظاهرة بتصير عند الناس بعد الاستيقاظ من النوم وهم صايمين ولا اكلوا ولا شربوا اي اشي ممكن يؤدي الى رافع السكر اذا بدنا نعرف ان هذه الظاهرة هي الظاهرة بتأدي لارتفاع السكر بسبب ارتفاع تدريجي ولا هي بتختلف عن ظاهرة السيموجي اللي بتكون عند مرضى السكر النوع الاول اللي بتيجي بشكل عام كرتفع لزيادة جرعة الانسولين سببت لهم الخبوط ويليها الارتفاع حسب الدراسات بيّنت ان مرضى السكري ممكن يوصل الزيادة في قراءات السكر الصايم مية وثلاثة وعشرين قراءة زيادة عن قراءة اللي ناموا فيها يعني اذا نام مية ممكن يصحى ميتين وثلاثة وعشرين بسبب فقط هذه الظاهرة ظاهرة الفجر او ظاهرة الصباح اما اذا بنتحدث عن السبب الاساسي لارتفاع السكر صباحا ومنهم الاشخاص اللي عادتا يصابوا بهذه الظاهرة او ظاهرة الفجر فبيكفيك تعرف ان جميع الناس على وجه الارض بيمروا بظاهرة الفجر حتى الاصحة بيصير عنده بارتفاع في قراءات السكر نتيجة ظاهرة الفجر لكن شخص زي حالاتي قراءات السكر عنده بحدود بين الثمانين والتسعين ظاهرة الفجر تمثل ارتفاع طفيف لا تتجاوز الخمس قراءات سكر ضمن القراءة الطبيعية بين السبعين والمية لكن الاشخاص المساعدين بالسكر النوع الاول او السكر الثاني انخفاض القيمة الانسولين اللي يستطيع البنكرياز افرازه بتخليه غير قادر على مقاومة ارتفاع السكر بتصير فجرا وصباحا اذا بدنا نحكي عن ليش عماله بارتفاع السكر اساسا عند دول الاشخاص النائمين الصائمين بكل بساطة لانه في عندك هرمون اسمه هرمون الكورتزون اللي بيتم افرازه كل يوم اثناء فترات النوم وقبيل عملية الاستيقاظ اذا كتلاحظ دورة حياة الكورتزون في الجسم فدورته 24 ساعة بتنخفض قراءات الكورتزون وتركيزه في الدم مع استمرارك في الدخول بالنوم لتوصل لاقل قيمة له بين الساعة 2 فجرا الى الرابعة فجرا بعد هذه المرحلة بيبلش الكورتزون يفرز ويزيد لانه لازم على هذا الهرمون رفع السكر في الدم حتى يخليك انت تستيقظ بكل نشاط وحيوية ببلغ اوج ارتفاع افراز الكورتزون بحدود الساعة السابعة للتامنة صباحا وهي الفترة الممنوعة عليك فيها تاكل اي نوع من الاكل خصوص النشويات لانه المفروض السكر في اوجه فعبثا انك تحاول تاكل بهذه الفترة اما دا بنا نتحدث عن مرضى السكري او سواء النوع الاول او التاني فارتفاع ظاهرة الصباح بكون عندهم اكثر وضوحا من اي انسان بشر على هذه الخليقة بكل بساطة الارتفاع بالكورتزون لا يكافؤ انسولين وبازداد قراءة ارتفاع ظاهرة الصباح عندهم او قراءات السكر عندهم حسب الظروف ومنها التاني العوامل اللي بتأدي الارتفاع السكر صباحا عند برضه السكر وبتزيدها هي ارتفاع مقاومة الانسولين في كل من الكبد والعضلات بالاضافة الى قدلة قدرة الانسولين على ادخال السكريات داخل خلايا الدهون ممكن بعض الناس يكون عندهم ضعف في افراز البنكرياس للانسولين بما يكافئ السكر العماله بطلع من خلال الكورتزون صباحا او انه انت نومك في مشاكل وتوتر عالي عندك في جسمك الاشي اللي بيخلي قراءات السكر عندك مرتفعة فالارتفاع الصباحي بيصير ارغاق على هذا البنكرياس الناس العمالهم بسهروا بكونوا صاحيين بالوقت اللي يكونوا نايمين كمية الكورتزون عندهم بتنفرز اكثر من اللازم وبتعملهم توتر بتأدي الارتفاع ظاهرة الصباح عندهم خصوصا مرض السكري اذا انت من الناس اللي عندك التهابات واوجاع وآلام فآلامك واوجاعك هي سبب ارتفاع قمية السكر عندك في الدم خلال اليوم وخصوصا فترة الصباح وزياد نشاط الكبد عند مرض السكر النوعي الاول وحتى التاني في انتاج السكر من خلال بيأدي الارتفاع كمية السكر صباحا في ظاهرة الفجر والصباح اما اذا بتسألني ليش انت غير مصاب بالسكر وعندك ارتفاع في قراءات السكر صباحا فبقولك بكل بساطة كل الناس على وجه الارض عندهم ارتفاع في قراءات السكر صباحا عن المعتاد لكن مشكلتك انت انه صار عندك ارتفاع بقراءات السكر صباحا اكتر من قيمة 100-105 تقريبا فصارت قراءاتك 110-120 وانت غير مصاب بالسكري فهاي بتدل دلالة واضح على شك فيها قاطعة بانك مصاب بمقاومة الانسولين خصوصا انذا عندك زيادة بالوزن الاشخاص هدول لازم مباشرة يفكروا ماليا بقياس التراكمي وتغيير الحمية والاستجابة بالملاحظات اليوم اللي من خلالها ممكن تخفض قراءات السكر صباحا اما اللي بتسألني ليش بترتفع عندي قراءات السكر صباحا وانا حامل فكل السيدات الحوامل بتزداد عندهم ظاهرة الصباح بكل بساطة لانه بتزداد عندهم مقاومة الانسولين اللي بتضمن وصول السكر الى الجنين قبل الام بكل بساطة برتفع عندك هرمون البروجستيرون واللي بيعمل مقاومة انسولين في الكلوتفور الموجود في خلايا العضلات وخلايا الدهون وهذا الهرمون نفسه هو اللي بيزيد استقبال الانسولين والسكر لكل من خلايا الجنين او المشيمة اللي بتعطي الجنين والدماغ عندك والبنكرياس حتى يزيد افرازه من الانسولين خلال الجزء الاول والثاني من الحمل بيزداد قيمة الانسولين اللي في دمك الى الضعف عشان توفر كميات مزيد من السكر الى هذا الجنين اللي عماله بنخلق داخل احشائك في خلال 20 ل 24 اسبوع من حملك بدخل عندنا لاعب جديد بيزيد مقاومة الانسولين عندك بكفاءة وهو هرمون اللاكتوجين اللي بتفرزه المشيمة عندك واللي بتزيد مقاومة الانسولين عشان تزيد كمية السكر اللي بيروح لجنينك وطفلك عشان هيك اذا انت عندك مقاومة الانسولين تكيّس مبايضة او سكري قبل الحمل لازم تعالجيهم قبل ما تحملي حتى ما تزداد المشاكل والخطورة على ابنك اثناء حملك واكيد عليك لكن ايش هو قراءة السكر المناسبة صباحا اذا انت مريض سكري نوع تاني او انت شخص مصاب بمقاومة الانسولين او انت شخص طبيعي فقراءة السكر المناسبة اليك صباحا هي بين السبعين والمية واذا انت فوق هاي الارقام فانت ما عم تقدر تسيطر على السكر عندك في الدم ولازم تغير عادتك الغدائية وتمشي على التوصيات لعنحك يا بالحلقة اذا انت مصاب بالسكر النوع الاول وبتاخد انسولين فانك تحافظ على قراءة سكر بين المية وتسعة وعشرين لمية واربعين هذا ممتاز جدا واذا كانت ارتفعت عن هيك فدائما اذا كانت تحت الميتين او مية وتمانين صباحا فبرضو هذا ممتاز اذا كانت قراءات السكر عندك مستقرة ونوع قراءة السكر قبل النوم كانت مية اما مما يخص ظاهرة سوموجي اللي بتشبه كتير ظاهرة الصباح وبتأدي لارتفاعات مماثلة بالسكر صباحا فهي ظاهرة اكتشفها العالم مايكل سوموجي في العام 1930 وهذه بتصير عن الناس اللي بياخدوا انسولين هدول الاشخاص بياخدوا انسولين وقد تكون كمية الانسولين اخدوها ليلا او قرجعات البطيء عالي نسبيا فمع انخفاض هرمون الكورتزون بين التنتين واربعة صباحا بصير هبوط مفاجئ في السكر في الدم هذا الهبوط خطر على حياة هذا المريض فالبنكرياس بفرز المجديد من هرمون الكلوكاجون اللي بحفز الكبد على انتاج السكر ولانه الساعة ثلاثة او اربعة ببلش انفراز هرمون الكورتزول بصير فيه عندنا زيادة في السكر منحوظة بتحمي حياة المريض لكن هذا المريض بصحب قراءة سكر 200 250 300 رغم انه نام قراءة السكر عنده مية اما اذا بدنا نلخص ايش الفرق بين ظاهرة الصباح والسيموجي ظاهرة السيموجي هي ظاهرة بتصير مع الناس اللي عندهم سكر نوع اول حصرا بسبب تعاطيهم لجرعات انسولين مبالغ فيها حتأدي خطرا على حياته بتخفيض السكر جسمه اثناء عملية انقاذ حياته برفع السكر لكن مبالغة بارتفاع السكر بتسبب ظاهرة السيموجي صباحا بينما ظاهرة الصباح او ظاهرة الفجر بتصير عند الاصحاء اللي عندهم مقاومة انسولين وعندهم سكر نوع تاني وعند مرض السكر نوع الاول اذا سكر انسولينهم مية في المية ممتاز بصير انه قراءات السكر عندهم ممتازة طول الليل بترتفع بعد الساعة الرابعة صباحا لما يصير عندنا فيه ارتفاع من هرمون الكورتزون وبكون لانه بنترياسه ضعيف وعنده مقامة انسولين بتكون قراءاته مرتفعة نسبيا عن قراءت ما قبل النوم وهنا وصلنا للجزء الاهم من حلقتنا اليوم كيف نقلل ونخفض ونرجع ظاهرة الصباح الى ضمن الحدود الطبيعية بين السبعين لمية كل بساطة اول اشي انك تلتزم بحمية قليلة النشويات والسكريات حمية بتقلل مقامة الانسولين بكل بساطة اذا قراءت ظاهرة الصباح بلشت تتبين على الجهاز قدامك فانت اكيد قراءاتك فوق المية وعشرة ومية وعشرين فانت صديقي عندك مقامة انسولين واذا ما عدلت حميتك ونمط حياتك الغذائي والصحي حتصاب بمقامة الانسولين ما قبل السكري انتهاء بمرض السكري لا سمح الله فمن خلال هذه التغييرات في الحمية بتتجنب النشويات وخصوصا تجنب السكريات والنشويات والخبز والرز مساء يعني ما بتخلي فيه فجبة العشا اي نوع من انواع النشويات وبتخلي هذه النشويات ما بتكون بعد الساعة السابعة مساء الشغلة الثانية لما بتفطر صباحا ما يكون نهائيا في اكلك اي نوع من انواع النشويات والسكريات كل بساطة لانه اوج كمية الكورتزون والسكر عندك في الدم الساعة 8 صباحا لوقت الافطار الشغلة الثالثة تلتزم بحمية الكيتو لانه من خلالها بتقطع كل انواع النشويات وبتقلل مقامة الانسولين وبتنظم لك السكر بالدم الشغلة التانية او التوصية التانية لتنظيم او تقليل ظاهرة الصباح هي استمرار بالصيام المتقطع الصيام المتقطع لازم تكون حريص ان يكون فيه فترة اللي بيكون فيها في ارتفاع في ظاهرة الصباح يعني لازم تمنع الاكل بعد الساعة الثامنة مساء يعني تعطي اربع ساعات قبل النوم بحيث انه النومك الساعة اثناش ولما تتصحى الساعة تمانية ما تاكل اي اشي وتستمر بالصيام لقل اشي من 11 او للساعة واحدة تكسر صيامك فيعني انت بدك تعمل اقل اشي 16 ساعة صيام تخليهم حصرا في هذه المرحلة الحرجة اللي بيصير فيها ظاهرة الصباح خلي جسمك يستنزف كميات الكلايكوجين او السكر الموجودة عنده في الكبد حتى لما يرتفع السكر صباحا في ظاهرة الصباح يستغلها هذا الكبد في تصنيع الكلايكوجين ويمنع ارتفاع السكر الملحوظ واللي بيبين عندك في الدم اما النقطة التالتة لعلاج ظاهرة الصباح فكلمة السر فيها 30% هو الضرر الواقع عليك اذا انت بتصهر وما بتنام بعمق النقطة التالتة انك تنام كويس حسب ما بيرت الدراسات انه اسوأ اشي ممكن تسويه لأي شخص على وجه الارض هو القصور في النوم انه ينام اقل من 6 ساعات في اليوم وانه يكون الساعة 12 مستمر بالاستيقاظ بعدها حسب ما بيرت الدراسات انه مجرد انك تسهر لست ايام فقط بانك تنام اربع ساعات فيهم كفيلة في تقليل قدرة الانسرين على تقضيل السكر في الدم 30% ومش بس هيك اذا جبت مجموعة من الناس مصابين بما قبل السكر السكر التراقمي فوق ال5.7 ف30% منهم تزداد فرصتهم او تزداد فرصة اصابتهم بالسكر النوع الثاني 30% اكتر بمجرد انهم بيسهروا فاكيد احرص على انك تنام حتى تخلي هذا النوم كويس وتقلل انتاج الكورتزون اللي بيزداد 50% بمجرد سهرك اما النقطة الرابعة فهي ممارسة الرياضة بذكاء لتقليل ظاهرة الصباح هلا ممكن انت تمارس الرياضة اكيد قبل النوم لازم يكون في ممارسة وتكون الرياضة اما قرد رياضة متوسطة او منخفط الاجهاد او ممكن تكون ممارسة لعب الحديد كل هذول الرياضات التلاتة ما بترفع التوتر في الجسم وبتستهلك الكلايكوجين ممارسة الكاردو بيستهلك الكلايكوجين في العضلات والكبد بينما الحديد بيستهلكها فقط في العضلات لازم تعمل تمرينك قبل 6 ساعات من النوم يعني نومك الساعة 12 فتمرينك من الساعة 6 لل7 اخرها ما تقرب التمرين للنوم حتى ما تقدر تنام بعمقك اما فترات الصباح بإمكانك تمارس من ربياضة الكارديوم وانخفضة التوتر يعني المشي الهروة البسيطة اللي بتستهلك وبتحرق السكر اللي ارتفع اثناء النوم كل بساطة ممارستك الرياضة بشكل عام على العموم بيستنزف مخزمون الجلايكوجين عندك بالعضلات والكبد وبالتالي بيخلي الكبد يستفيد من ارتفاع السكر ظاهرة الصباح لإعادة ملء هذه الخزانات فبدل ما يرتفع قراءات السكر في دمك ترتفع كميات السكر في عضلاتك وكبدك يعني في لحمك اما النقطة الخامسة فهي تعديل نوع وأوقات وجرعات الأدوية والإنسلين اللي بتاخدها لتنظيم السكر في الدم اذا انت مريض سكر ينوع تاني او اول وبتاخد إنسلين او اي نوع من أدوية السكر المختلفة بأطفافها العديدة ومع ما لك بتقدر مع التوصيات السابقة تنظل السكر عندك في الدم فتغييرك لأنواع الأدوية أو مواقيتها كثير بيأثر طبعا بعد استشارك طبيبك فما رح تنظل السكر إذا عم تاخد دوام در البول قبل النوم عشان ينزل السكر الدم في البول إذا كان هو مانعك أساسا من النوم بسبب كثرة الاستيقاظ للتبول فأكيد استجر طبيبك حتى تتحكم بلد علاج بما يضمن انخفاض قراءة السكر صباحا واللي رح تضمن انخفاض التراكم عندك أما النقطة السادسة هي أكيد شرب الليمون وخل التفاح قبل النوم بكل بساطة حسب مبينة الدراسات فأربعة في المية هي قيمة الانخفاض في قراءات الصائم صباحا بمجرد ادخال خل التفاح للحمية فما بالك انت حاطت مع الليمون مغني جدا بالفيتامين سي اللي هو المضاد الأكسد الأقوى اللي بيقلل الالتهابات واللي هي بطبيعتها بتزيد من كمية الكورتزول أما النقطة السابعة هي تقليل التوتر والإجهاد خلال اليوم بكل بساطة من خلال النوم الجيد ومارست الرياضة والصلاة والعبادة أو التأمل بنخفض عندك التوتر بنخفض محصرة الكورتزول اللي بيصبح عندك في جسم نهارا أكيد واللي بتم إفرازه ليلا أما النقطة الثامنة فهي الناس اللي بيعانوا من ظاهرة السموجي وهو مرض السكر نوع الأول فعادة احنا بالعيادة لهذا الأشخاص بنعدل جرعات الإنسلين ومواقية جرعة الإنسلين والأكل بحيث أنه نمنعهم من ظاهرة الصباح سواء كانت من خلال ظاهرة الفجر أو من السموجي عادة من قلل جرعات الإنسلين اللانتوس أو الإنسلين البطيء إن وجب الأمر أو ممكن نيجي نغير وقت الأكل بحيث نمنع فترة الأكل تكون قبيل النوم بحيث نبعدها ست ساعات عشان ما يتعارض الإنسلين السريع مع فترات النوم أو ممكن نمسك جرعة الإنسلين البطيء نقسمها لجرعتين إشي صباحي وإشي مسائي أو نمسك كل الجرعة الليلية نخليها صباحي طبعا تختلف من شخص لآخر تختلف من طريقة حياته واستجابة جسمه فكله أكيد بمقدار بنهاية حلقتنا اليوم إذا كنت من الأشخاص اللي برتفع السكر عندك صباحا أكيد جاوبني على السؤال كم من قيمة السكر اللي برتفع عندك صباحا وهل أنت بتعاني من هذه الظاهرة وهل حاولت تعمل التوصيات اللي سبق ذكرناها عشان تعالج المشكلة وما نحلت معاك اكتب لي بالتعليقات وكل أسئلتك قطة لأننا من جاوبة بحلقات أخرى شاركنا بالأجر بأنك تكتب تعليقك لأنه كتير من الناس بيقرؤوا تعليقات بعض وبيستفيدوا من أجوبة الآخرين أكيد بنهاية حلقتنا اليوم تشفت المعلومات البالفيديو مفيدة لا تبخل على غيرك بالشهر اللي نشره معلومة أكيد خير وزكاة العلم نشره ما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس على شارة الجرس حتي يجيك أول بأول إشعارات كل ما يختر عبالي فكرة مفيدة إلك أكيد أكيد عملنا لايك لأنه نحن بتشجيعك من نستمر وبدعوك تنضم لي علامة رائع بالفيسبوك عالم سمارس كيتو أنتفاستندلنت هذا العالم الرائع اللي بدوم أكتر من 160 ألف شخص بلتزموا بحمية الكيتو بأمان كل ما في الحلقة من معلومات ومصادر موجودة بصندوق الوصف ومتربتة بالتعليقات وأكيد تستطيع تتابعني على الإنستغرام وسنابشات وتويتر وتكتوب وإذا بدك معلومات إضافية عن كيفية تخفيض السكر التراكم في أسبوع اكتب على الحلقة اللي هون نشوفكم الحلقات القادمة وبأمان الله مع السلامة باي